شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط فترة صعبة في عام 2022 حيث أثر تدخم وارتفع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين وأظهر بيان صادر عن البرصة المصرية تسجيلها أفضل أداء بين برصات منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية محققا ما كسب سنويا بنسبة 22% وحقق المؤشر الرئيسي للبرصة ما كسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقردين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات